أبدى مواطنون في عمان امتعاضهم من قيام تجار مواشي بإقامة حظائر لبيع الأضاحي في أحياء السكنية في وقت يؤكد فيه بعض أصحاب هذه الحظائر أنهم لا يمانعون نقل حظائرهم إلى أماكن مخصصة حال توفيرها من قبل أمانة عمان الكبرى حظائر غير مرخصة تقام داخل الأحياء السكنية تؤثر على القاطنين في المنطقة سنويا دون وجود حل جذري للمشكلة نحن كل سنة في فترة عيد الأضحى ومواقع الأضاحي بيجوا مجموعة من الأشخاص يعني ما بتعرف من وين هم أصلا خارج المنطقة بيجوا بيعمل حظائر غير مرخصة بتركوا مخلفاتهم والحشرات بتكتلنا يعني حشرات روائح إسراخي بنص الليل بيكونوا تهاوشوا مع بعض يعني وضع غير طبيعي نحن أول ما سكننا هنا وشرينا قطعنا وبنينا على أساس أن هذه منطقة سكنية وهذه لا يمكن يصير تجاري بأي حي من الأحوال فجأنا بعدها يعني يصير يجي معرش يصير يجي كذا بعدين يتطور لأشي ثاني يعملوا بدل العريشة أبني بعدين في المواسم زي هيك العياد يصير حظائر حظائر لبيع الأضاحي بدون ترخيص طبعا بعيدة عن المناطق المسموحة من الأمانة وهذا الإشي يعني بزعجنا جدا أصحاب هذه الحظائر يقولون أنهم لا يجدون أماكن مخصصة لوضع حظائرهم فيها وأن فترة وجودهم خلال العام لا تتجاوز السبعة أيام فلا يكون تأثيرهم على المناطق كبيرا وعدونا أنه بكرة الصبح يعطونا تصريح إحنا جيران هذولا ما بنزعلهم بأي إشي يحطون أماكن محددة أو مخصصة للبيع وإحنا ما عنا أي مشكلة إحنا جاهزين بالعكس حسا يعني لو يجي حد يقول شيلوا في أماكن أحسن إلي بقعدوا كذا وبسوي عريشة وبزبطوا اللي بديها وببيع أما إحنا هنا يعني هسب أي وقت بإمكانه يقولك شيل لا عارفين ننزل كالحامين لا عارفين أن نزبط سوان لا عارفين مد كهرباء ولا عارفين نسوي أي شي أما الحديدون لأماكن مخصصة وإحنا جاهزين ما عنا أي مشكلة وما منزعل جيراننا أمانة عمان منعت بناء الحظائر غير المرخصة وكانت قد أعلنت عن شروط منها أن تكون هذه الحظائر بعيدة عن المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والمرافق العامة مع مراعاة تعليمات السلامة العامة